اشتركوا في القناة حل معادلات لغة رتمية باستعمال خصائص اللغة رتمات خلونا ناخذ أول خاصية من خصائص اللغة رتمات عندي الخاصية الأولى لما يكون عندي لق الأساس X حق A مضروب في B عندي شيئين مضروبين في بعض أو عددين مضروبين في بعض راح نحول الضرب إلى جمع فراح يكون عندي عبارة عن لقين لهم نفس الأساس اللهم ذي العدد بروحة وذاك العدد بروحة وبينهم إشارة جمع فمثلاً هنا عندنا لق الأساس الثنين حق خمسة في ستة وهو نفس لق الأساس الثنين حق الخمسة زائداً لق الأساس الثنين حق الستة فراح نستعمل هاي الخاصية عشان نقدر نبسط ونحل أمثلة مع بعض فخلونا نشوف المثال الأول استعمل لق الأربعة حق الثلاثة بالتقريب هو يساوي 0.7925 لتقريب قيمة لق الأربعة حق الثناش فاحنا في البداية راح نيي ونبسط الاثناش نقول الاثناش عبارة عن كم في كم نعرف أن الاثناش عبارة عن أربعة في ثلاثة احنا نحاول نأخذ العدد نفس اللي معطيني اياه عشان نستعمله فراح يكون عندي لق الأربعة حق أربعة في ثلاثة أستخدم الخاصية بحيث أحاول إلى جمع لقين فراح يكون عندي لق الأربعة حق الأربعة زائد لق الأربعة حق الثلاثة طبعا ايه بايهني واشي الذي باحط عندي اللي معطيني اياه في السؤال نزين هذي انتهينا منه انزل له ونلاحظ عندي لق الأساس أربعة حق الأربعة لما يتساوى عندي الأساس مع العدد اللي يامه راح أكنسلهم واكتب بجالهم واحد فراح يكون عندي واحد زائد لق الأربعة حق الثلاثة نعوض باللي معطيني اياه في السؤال نجمعهم مع بعض فراح يكون الجواب النهائي بالتقريب عبارة عن 1.7925 وهي الإجابة المطلوبة شو ذي يا عزيزي طالب انتهينا من مثالنا خلونا ننتقل الى تدريب عندي ذلين التدريبين راح نستعمل اللوق اللي معطينينا عشان نوجد قيمة خلونا ناخذ وقتنا ونحل مع بعض شكرا 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 نستعرض الإجابات مع بعض فعندي السؤال الأول الجواب النهائي صار عندي 2.5 أما السؤال الثاني فالجواب صار عندي 2.465 بشيدي أعزائي الطالب انتهينا من أول خاصية خلونا ننتقل إلى الخاصية الثانية عندي هنا لغ الأساس X حق A مقسوم على B من شوي خذنا لما يكون عندي لغ عددين مضروبين في بعض رح أحول الضرب إلى جمع فبديهيا أن القسمة رح تتحول حق طرح لأن القسمة عكس الضرب والجم عكسها الطرح هم ينمع بعض فالحن رح يكون عندي لغ الأساس X حق A ناقص لغ الأساس X حق B نشوف مع بعض الأمثلة فعندي السؤال يقول استعمل لغ الأربعة حق الثلاثة اللي هو بالتقريب 0.7925 لتقريب لغ الأربعة حق 0.75 طبعا نحن نعرف أن 0.75 ككسر عشري لو حولنا لكسر اعتيادي هو عبارة عن ثلاثة أربع فهو عبارة عن ثلاثة مقسوم على أربعة فراح أحاول إلى كسر اعتيادي فراح يكون عندي لغ الأربعة حق ثلاثة على أربعة صار عندي قسمة عددين فراح أستعمل الخاصية رح أحول من قسمة ليطرح لغين فراح يكون عندي لغ الأربعة حق الثلاثة ناقص لغ الأربعة حق الأربعة طبعا قلنا لما يكتسوا الأساس مع العدد رح أكنسلهم ويعطيني الجواب واحد واستعمل المعطة في السؤال وعوض مكانه ونطرحهم من بعض يعطيني الجواب النهائي بالتقريب 0.2075 شذي يا عزائي الطالب انتهينا من المثال ناخذ تدريبات مع بعض نشوف التدريبات مع بعض عندي هاي السؤال نبي نقرب هاي القيمتين ناخذ وكتنا ونحاول انحل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر